اتهم رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينافاسو إبراهيم تراوري كوديفور بإيواء من يزعزيون استقرار بلاده وفق قبله تراوري في مقابلة للتلفزيون الرسمي البركينابي دعا إلى وقف ما وصفه بالنفاق على مستوى العلاقة بين واقادوغو وأبيجون مضيفا أن المسؤولين الإفوريين يصئون لبوركينافاسو علنية جميع المثير زعزات الاستقرار في بوركينافاسو موجودون في كوديفور وهم لا يختبئون يتحدث المسؤولون الإفوريون عن بوركينافاسو بسوء وأحيانا بابتدال في التلفزيون لا أعتقد أن قناة خاصة أو عامة هنا في بوركينافاسو تهين سلطات البلدان الأخرى علانية لكن تلك يحدث هنا دون النطق بكلمة واحدة في مرحلة ما علينا أن نوقف النفاق علينا أن نقول الحقيقة هناك مشكلة هناك مشكلة مع سلطات هذا البلد